يشكل معرض سيتسكيب 2023 علامة إيجابية تعكس الحركة العقارية والديناميكية للقطاع العقاري في مملكة البحرين نعم حيث ساهمت المتغيرات الإيجابية وتطوير التشريعات والأنظمة في أحداث نقلة نوعية في القطاع الذي يشكل عامل جذباً للاستثمارات المحلية والخارجية يجمع معرض سيتسكيب في نسخته الثانية كبار المطورين العقاريين في مملكة البحرين بمشاريعهم المتميزة تحت سقف واحد والذي يشكل عامل جذب لمختلف المستثمرين في قطاع العقار والتطوير العقاري حيث حظي المعرض هذا العام بإقبال لافت من قبل الزوار والمستثمرين من داخل وخارج المملكة طبعاً النجاح اللي صار وعدد الزوار اللي يوم في السنة اللي فازت شجعنا أكثر نحن نكون متواجدين بصورة أكبر في هذه المعرض ونشوف ما شاء الله الإقبال يعني أفضل ونشوف عدد الزوار والمهتمين والمستثمرين وحتى يعني من البحرين أو خارج البحرين كلهم ينسين نشوفون مشاريع مختلفة هذا المعرض في حلته الثانية للسنة الثانية ع التوالي نوع المستثمرين كمية الأقبال مختلف تماماً وعرفنا من البيع طبعاً الواحد لما يشوف اهتمام الناس ويشوف اقبالهم يعرف أن السوق باقي بداية تصاعد والحمد لله هذا ندل على شيء فهو يدل على القطاع العقاري في السوق البحريني مدروس بالتنظيمات والتشريعات اللي سنتها مؤسسات تنظيم العقاري المعرض العقاري اجتمل هذا العام على العديد من الفرص أمام المستثمرين والمصممين المعماريين وشركات الاستثمار الهندسية والمقاولات ولمن يرغب في الشراء والتملك كما اجتمل المعرض على مجموعة من الفرص الاستثمارية تقدمها نصة استثمار الأراضي الحكومية طبعاً المعرض رائع جداً رائع لأنه موجود في جميع الخيارات العقارية والمنتجات طبعاً وفي خيارات متعددة ومع برندات حقها وعلى مستوى عالي جداً وحقيقة مبهر جداً من خلال الاستندات ومن خلال المعلومات أيضاً التي تقدم على مستوى الحدث اليوم هذا التنظيم ممتاز جداً الخدمات ممتازة جداً وبالعكس نتمنى التطور أكثر بشكل أجمل علماً هي راقية الآن ولا يعلع عليها ولكن تمنى الطموح والأفضل من هذا إن شاء الله القطاع العقاري في المملكة حقق مستويات متقدمة من النمو والتطور بفضل الرعاية والاهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمتبعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما ويعد هذا القطاع المهم رافداً حيوياً لتعزيز الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين يأتي معرض سيتيسكيب ليعكس الحركة العقارية في مملكة البحرين وذلك من خلال ما يقدمه من أحدث الحلول العقارية الابتكارية بما يرسخ من مكانة مملكة البحرين على خارطة الفعاليات العقارية العالمية خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة